تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بتنفيذ حملات توعوية حول مخاطر الحريق وذلك في إطار جهودها في تعزيز السلامة العامة في المجمعات والأسواق التجارية تنفذ الإدارة العامة للدفاع المدني برامجها التوعوية والتثقيفية ضمن جهودها في مواجهة الحوادث والحرائق والحد من أسبابها وفي هذا الإطار أطلقت إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية حول متطلبات الوقاية من الحريق في المجمعات والأسواق التجارية تقوم إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بعمل حملات توعوية بمختلف المناطق والأماكن بالمملكة طبعا في هذه الحملات يكون فيه شراكة مجتمعية يكون فيها تبادل معلومات ويكون فيها التأكد من توفير متطلبات الوقاية من الحريق في المنشآت طبعا التأكد من هذه المتطلبات اتم عن طريق عمليات فحص ميدانية التأكد منها من توفير المتطلبات من أكثر المتطلبات الموجودة في المنشآت هي أنظمة الإنذار من الحريق وأنظمة الإطفاء أو مكافحة الحريق وتم العمل على التفتيش عن طريق إرسال مفتشين فنيين إلى هذه المواقع وهذه كلها لتوفير أعلى معايير السلامة في المملكة وبالتوازي مع الجهود التوعوية فإن إدارة الحماية والسلامة لم تغفل عن الدور الرقبي بضرورة توفير متطلبات الوقاية من الحريق في المنشآت كواشف الدخان في عندنا نوع كاشف الدخان وكاشف الحرارة ويمكن ما تستخدمهم كاشف الحرارة يكون في المطبخ وكاشف الدخان يكون في الأمكان المفتوحة مدربين على ماذا يستعملون طفايات الحريق ماذا يخلون المكان ماذا يساعدون الزبايا بشأن يخلون المكان اللي هي تبين لك مكان وقوع الخلال أو الحريق مثلا والطفايات تعرف أن تستخدم منها اللي هي تكون نوعين نوع مواي ونوع سيوتو المواطن والمقيم الواعي أو الشخص الواعي هو العامل الأساسي في تقليل من وقوع الحوادث وذلك من خلال الإجراءات السليمة اللي ممكن هو يتخذها في حال وقوع هذه الحوادث أيضا الشخص الواعي هو الرديف الأساسي للدفاع المدني لأنه راح يكون موجود في موقع الحوادث قبل وجود الدفاع المدني نفسه لذلك أحنا كإدارة نحرص على تعزيز هذا الدور من خلال نشر ثقافة السلامة وتعليمه الطريقة الصحيحة أو الطريقة السليمة لاستخدام أدوات السلامة والوقاية مثل أنظمة الأنذار والأطفاء وأيضا في النهاية لازم نعلم الطريقة الصحيحة أنه يقوم بالبلاغ في حال وقوع الحوادث إنما تبديه الإدارة العامة للدفاع المدني من اهتمام بالغ في تأهيل منتسبيها بسرعة الاستجابة للتعامل مع كافة البلاغات ما هو إلا إيمانا منها في تطبيق رسالتها النبيلة لحماية الأرواح والممتلكات وصون المقدرات الوطنية من شتى أنواع المخاضر موسيقى